اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي ضيف ومسيرة عبر فرنسان كاتر مشاهدين ضيفي وضيفكم اليوم المراضل اليساري والناشط الحقوقية البحريني عبد النبي العكري صاحب المسار السياسي ونظلية طويل والمعقد في المنطقة العربية بالتحديد في منطقة الخليج وفي بلده البحرين نشر عددا من الكتب التي تصلط الضوء على تاريخ سياسي للمنطقة وسيرته النظالية مثل كتاب ذاكرة الوطن والمنفى سيد عبد النبي العكري أهلا وسهلا بك إلى ضيف ومسيرة عبر فرنسان كاتر وشكرا على قبول الدعوة وشكرا لفرنسان كاتر على الاستضافة وشكرا لك رفيق طيب قبل أن نبدأ وأن نخوض وأن نكتشف حياتك كيف تشكلت وتكونت وأخذت كل الخيارات السياسية في تاريخك النظالي أريد فقط أن أسألك كيف تريد أن أقدمك للمشاهد الذي يشاهد الآن فرنسان كاتر تريد أن أقدمك باسم عبد النبي العكري أم حسين موسى أم أبو منصور أنت عرفت بهذه الأسماء الثلاثة أنا كل هؤلاء الثلاثة والمترك لك أنت تختار وأنت ماذا تختار أنا مثلا كل واحد له وقع خاص عبد النبي هو الاسم الأصلي والحقيقي حسين موسى هو الاسم النضالي وأبو منصور بعدما خلفت وصبح أندي ولد لا تفضل ما بين الاسم الموجود على الأوراق وجواز سفرك والاسم الحركي السياسي الذي عرفت به في فترة مهمة من تاريخك النضالي يعني من شأن الجمهور حتى يقدر يتابع عبد النبي العكري بداية أنت من موليد البحرين عام 1943 درست هناك الابتدائية والثانوية لكن انتقلت إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأمريكية وتخرجت من الجامعة الأمريكية في لبنان عام 1967 بشهادة مهندس زراعي قبل الحديث عن ذهابك إلى لبنان ما الذي تتذكره في منشائك في البحرين أنت مناضل يساري فيما بعد الآن أنت مناضل حقوقي في مجال حقوق الإنسان أنت سليل أسرة متدينة من رجال الدين كيف انتقلت من مدرسة دينية حفظ القرآن دراسة الفقه إلى اليسار وكل ما يحمله من النضال وتغيير المجتمع والكفاح ضد الاحتلال يعني طبعا ناخد في عاملين يمكن نحدد أو ثلاثة عامل تحدد مسيرة التي على العقل بالنسبة لي هو الشخصية الشخصية ذاتها والمحيط الذي يترعرها فيه والمرحلة التاريخية فأنا طبعا ولدت في قرية صغيرة وكانت على البحر والآن أصبحت تبعد ثلاثة كلمتر من البحر لأن الدفن أماهما تغيرت فنشأت في أسرة دينية صحيحة لكنها منفتحة نحن نأخذ نتكلم عن مرحلة الأربعين والخمسين كانت يعني مثلا أبي كان يأخذني لاحتفالات هيئة الاتحاد الوطني التي كانت نشطة في الخمسينات والدك كان رجل دين رجل يا مقرئ حسيني لأنه هناك فرق بين مقرئ ورجل دينه هو طبعا إليه علاقة هو فهو مقرئ أبي يشتغل في شركة النفط بابكو فلذلك عنده خبرة عمالية أيضا المرحلة التي تعلمنا فيها كانت مرحلة بداية خصوصا الخمسينات الثورة المصرية وما حدثته الثورة في العراق والتحولات الكبيرة وفي ذاك الوقت كان الحراك سواء بعد هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينيات التي كانت عامة بل أت التنظيمات القومية واليسارية تنشط في الثانوية صحيح أنا ما كنت عضو في تنظيم سياسي في الثانوية العامة وكان هناك ثانوية عامة واحدة في البحرين وهي تجمع البحرينيين من مختلف مناطق البحرين من مختلف ولذلك كان هناك في تفاعل بين بناتهم ويشاركون مع بعض في المسيرات ويوزع مناشير وكنت تابع هذا الشيء وهذا بالنسبة لبيروت ذهابي لأنني أنا كنت متفوق دراسيا وفي ذاك الوقت ما كان هناك في تمييزه في البعثات من يكون أولا هو الذي يستحصل على البعثة وتحصلت على البعثة لأنني كنت رابع مكرر في الثانوية العامة ورسلت إلى سنتين أولا في ويسمونها هاي سكول في النظام الأمريكي أخذت سنتين في بيروت وهي الستين إلى ثلاثة ستين بعدين دخلت الجامعة أمريكية ثلاثة ستين وتخرج سنة سبعة ستين كمهند الزراعي لبنان كان محطة مهمة في خياراتك السياسية سيد العكري هناك بدأت عملك السياسي وشكلت أفكارك انتميت في هذه الفترة لحركة القوميين العرب هنا نعم طبعا بيروت كانت هي يعني موئل حرية في الوطن العربي كله يمكن كان وتعج بالتيارات السياسية والجامعة الأمريكية طبعا هي أيضا واحة حرية في بيروت يعني واحة في واحة فكان كل التنظيمات موجودة ومتاحة ولم يكن لماذا حركة القوميين العرب اليسارية وأنت في جامعة تمثل قلب الليبيرالية في تلك الفترة الحساسة من التاريخ ما بين اليسار ما بين الشرق والغرب هي كانت متاحة لا أي واحد طالب يختار الخيار فكان عندنا طلاب من الكتائب اللبنانية ومن النجادة ومن الشيوعيين ومن اليساريين لكن لماذا لم تفهم هذا خياري شخصي سيار لبيرالي نريد أن نفهم خياراتك لليساري حركة القومي العرب أنا من نشأتي وأنا عندي هذا الميول الاتجاه القومي تربيناه في البحرين على هذا الشيء فهي يعتبر استكمال طبيعي لي كنت تؤمن أن العالم العربي كله بلد واحد ضبط تسيره حكومة واحدة وعاصمة واحدة هي لا تسيره تكون على الدولة هذا الشيء لكن كنت أؤمن بالقومي العربية بمفهومها الإنساني ولذلك كان استغلت في واحدة من الإجازات وذهبت إلى القدس فذهبت إلى بغداد ذهبت إلى تجولت كنت أتى كثير التردد على القاهرة طبعا في دار عبد الناصر والطلاب اللي موجودين يعني الحلقة اللي كنت أنا فيها فيها فلسطينيين ويمنين وبحرينين الحلقة في حركة القومي العرب لكن نظرتك إلى حركة اليسار في المنطقة العربية أنت تعتقد أن اليسار في كل بلد عربي هو نفسه مثلا في الخليج الخليج العربي شمال إفريقيا أو كل يسار كان يعمل لبلده رغم تلك الدعوات القومية للوحدة يعني هو فيه تداخل لأنه لو نأخذ حركة القومي العرب كان هو حركة طبعا هي في المشرق لا يبن تكون موجودة في المغرب شمال إفريقيا لا ما كانت موجودة حركة القومي العرب لكن اليسار كان موجودة لكن اليسار أوكي فهناك أيضا حدث تحول داخل حركة القومي العرب نحو اليسار بعد أن من 66 فبدأ يتحول وأصبحت أدبيات اليسارية أنت لمست نقطة مهمة أريد أن نوضحها مدام نحن نتوجه إلى كل مشاهدينا في مشرقا وخليجا وشمال إفريقيا القومية العربية وانتمائها انتماءاتها اليسارية هناك كتب أو انتقادات خاصة من خصومكم على أن القومي العرب في أفكارهم كانت أفكار تقصية الآخر تقصية تنوع الذي كان موجودا في عالمنا الذي العالم العربي العالم العربي كله فسيفساء إثني وديني لكن الحركة القومي العرب شكلت كوكتيل جديد غير موجود أن وحدة عربية على أفكار يسارية مع قبول الأفكار الدينية التي كانت منتشرة وهذا ما تقولها أنت أيضا لا أنا أريد أن أقول أنها ليست عنصرية حركة القومية العربية لم تكن عنصرية وكان داخل حركة القومية العربية في أكراد في مسيحيين في مسلمين هناك عطت الدعوة القومية بعد إنساني أيضا بحيث كانت مرتبة وعطت بعد اجتماعي بتبني الاشتراكية ولذلك هي ولكن ما نقدر نقول منذ نشأتها هي هكذا لا نشأت هي حركة القومية على مراحل على مراحل لكن بدأت هي كرد على مسألة احتلال فلسطين وتجزئة وغيرها لكنها تطورت وسياسات التتريك في منطقة الشرق الأوسط هذا يمكن أقدم لكنني أتحدث عن وكذلك الموائمة المحلية مع القومي طبعا كانت هناك في مرونة لكننا سنرى بعد سبعة وستين مثلا بدء من ثمانية وستين هو تفرح حركة القومية العرب إلى تنظيمات محلية ووجود أيضا أكثر من طيف يعني مثلا لو بناخد مثلا الخليج أصبح هناك في ثمانية وستين الحركة الثورية في عمان والخليج العربي اللي هي سارية ماركسية لينينية وبقي فرع الكويت مستمر في وأنت في هذه الفترة الفترة كنت مؤمنا بأن التغيير يمكن أن يحصل بهذا الشكل رغم كل الهزائم التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة ورغم انتشار هذه الأفكار القومية واليسارية الاشتراكية في المنطقة العربية علينا أن نتذكر أنه عندما قدم الرئيس راحر عبد الناصر استقالته خرجت ملايين الأشارة تطالبوه بعدم التنحي وهذا دليل على أنه هناك الهزيمة كانت هزيمة هزائم أوكي هزائم لكن الهزائم ممكن تكون تحبط أو ممكن تشكلها دافع إلى التقدم وغيرها فبالنسبة على الأقل نتكلم ليس فقط عن ذاك الجيل حركة القومية العرب عندما حدثت هزيمة 67 ولذلك تم التأكيد على البعد الاجتماعي في حركة القومية العرب وأنه يجب أن تستجيب لمصالح ما نسميه الجماهير الكادحة وليس تكون فوقية أو تمغمغ في مسألة طيب في الجامعة الأمريكية أنت اكتشفت هذه العفكار اخترتها كيف اخترتها بشك أنت ذهبت وانت ميت إلى هذا الفريق من التيار القومي العرب داخل الجامعة أو تم تقرب إليك ونعرف نشاط اليساريين في الجامعات وأيضا من الثانوية أود أن نشير أن حياة الجامعة ليست كلها سياسة كانت أيضا فيها متنوعة وفيها متعة فيها ثقافة فيها صداقات فقط تأكيد فقط على الجانب السياسي لا لم تكن لوحدها لكن بالنسبة لكثيرين كانت هناك بالنسبة لحركة القومية العرب النادي الثقافي كان فيه نادي اسمه النادي الثقافي ويعمل معرض سنوي للكتاب وإلى آخر ذلك فموجود في شار الحمرة والبعثيين كان عندهم العروة الوثقة فكنا نذهب إلى الاثنين ونستمع إلى المحاضرات والندوات والنقاشات ومن خلال اخترتنا هذا الطريق طيب لكن فيما بعد أنت تركت لبنان عطت إلى بلدك والبحرين نعم وشركت بقوة في الحركات القومية اليسارية لكن في منطقة الخليج كنت تعتقد أن هذا هو الخلاص لمنطقة الخليج في تلك الفترة التي كانت معروفة بالاحتلال لأراضي وبلدان الخليج نعم لأن أنا من 1968 كما ذكرت بعد مؤتمر دبي والمفارقة أنه قد مؤتمر يساري في دبي لأنها كانت مفتوحة تناقض كبير مفتوحة كان سهل الوصول لها ف68 في فبراير تم التحول من حركة القومية العرب إقليم الخليج كانت قادته في الكويت إلى الحركة الثورية فالحركة الثورية في عمان والخليج العربي فأنا كنت موجود في البحرين صحيح تابع النضال في البحرين ولكن أنا مطل على ما يجري في الخليج كنت أذهب إلى عدة أماكن أذهب للكويت إلى قطر فمسألة لكن إلى أن خرجت إلى الظفار كان أهم الأساسي هو البحرين مع إطلال على الخليج طيب هنا قد يتساءل من يكون مثلا في عمرك في تلك الفترة ويختار لديه خيارات أنت درست الهندسة الزراعية واشتغلت أيضا واشتغلت في الهندسة الزراعية حتى جمعت ما بين نضالك السياسي والهندسة الزراعية عندما ذهبت إلى الظفار لكن قد يقول قائل لماذا نمتعود إلى البحرين وتتخصص ولماذا كل هذا النضال السياسي كان يمكن أن تغير بعملك وأن تهتم بعائلتك أنا اشتغلت في البحرين كما يفعل الأغلب من الذين يتعثون ويعودون إلى بلدانهم لست وحدي على فكرة في آخرين تطوعوا ليلة فخروا تطوعت وهي في عائلة غنية وذهبت إلى الظفار وابوثينا وبيدلي وغيرها كثير من الناس تطوعوا لماذا تطوعني؟ لحنا الساحة كانت واحدة حركة الثورية في عمان والخليج العربي عندما ارتأت ذاك الوقت القيادة أنها بحاجة إلى مهندس بحاجة إلى طبيب بحاجة إلى مدرسين فتطلب من الأقاليم الذين هم في الساحات الذين تتوفر لديهم هذه الكوادر عندما طلب مني أن أذهب مثلي مثل غيري استجابت ما لم أرى فيها شيء غريب ولم أرى أنه وذهبت لأقدم ما أفقه فيه يعني كانت في ذاك الوقت منطقة محررة من الظفار وتحتاج إلى تلمية زراعية فذهبت لأسهم في هذا الشيء واليوم العمانيين يتفهمون هذا الشيء يفهمون بأن الذهاب كانت مهمة إنسانية وأخوية عدت بعد ذلك إلى البحر لماذا تركت الظفار؟ لا أنا أصبحت مطلوبا بعد انتمائك إلى الجبهة الشعبية جبهة الشعبية صرنا مطلوبين وذاك الوقت ما يدققون من كل بلدان الخليج من كل بلدان الخليج ولم يكونوا يدققوا والله إنت ارتكبت هذا الفعل ممكن تروح فيها يعني ولذلك صار عشت بين لبنان وسوريا لا أنا لم أرت لما اعتركت ضليت في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير عمان معارا من الجبهة الشعبية في البحرين لسنوات تقريبا خمس سنوات في الإعلام في العلاقات الخارجية ومن هنا نشأت شبكة العلاقات مع لجان المناصرة في العالم مع الأحزاب مع الغير ولم يكن هذا في ذاك الوقت ينظر له بأنه شي غريب لنتذكر أن في الثورة الفلسطينية كان في توانسة ومغاربة وسويديين وغيرها فلم يكن ذاك الوقت شي غريب أن يكون شخص آخر من غير أبناء البلد أن يكون متطوع في صفوف حركة نضالية أو غيرها وغيرها لم أكن أرى هذا شي غريب واستمرت إلى ثمانية وسبعين ثم بعدين صرت في البحرين وبدأ بعدين التحول نحو الحركة الحقوقية في الثانية وثمانية طيب هذه النقطة من الذين لا يؤمنون في اليسار بالفكرة الأممية لماذا؟ أنت قلت الآن مثلا في فلسطين كان هناك عدد من المناضلين مثل ما تقول من كل العالم العربي والسويد لكن أنت من الذين يدعون إلى اليسار القومي في المنطقة يعني هو لأنه ما ممكن يكون تنظيم مجرد أن نقول أن الحزب الأممي اليساري حتى في الشيوعيين عندهم حزاب حسب البلد فأحنا في ذاك الوقت لنأخذ المرحلة في مرحلة كانت حركة القومي العرب مثل ما ذكرت ثم أصبحت بذات التواجهة اليسارية ثم أصبحت حركات وطنية ممتاز سيد عبد النبي العكري سنواصل الحديث خاصة في هذا النقطة وعلاقة الدين أيضا بالحركات اليسارية في تلك الفترة لكن المشاهدين بعد موجز للأنباء سنواصل الحديث هناك خاصة في توجه وعلاق شهدت واء ممتاز